ما نجهله عن حياتنا الأبدية هذا موضوع من أهم المواضيع اللي بيواجهه الإنسان في الحياة هذا الموضوع اللي شغل شعوب وأمم كثيرة من بداية المصريين القدماء كانوا بيبنوا الأهرامات لأنهم كانوا يؤمنوا بالحياة بعد الموت وهكذا إذا بتدرس حضرات وخلفيات قديمة بتشوف أن الكل بيبحث عن نفس الموضوع الحياة بعد الموت واليوم رح يكون حديثنا عن ما نجهله عن حياتنا الأبدية في معلومات اللي هي مغلوطة بتنتشر بين الناس بالموضوع اللي بيتعلق بالحياة الأبدية أو ما يتعلق بالسماء وفي ناس يمكن ما بيعرفوا الامتيازات وحقوقهم في هذا الموضوع في موضوع الحياة الأبدية وموضوع السماء فالحياة الأبدية ما هي كيف ندخل إليها ما هو شكل المؤمن أو حياة المؤمن في السماء كيف سنكون وماذا سنكون وكيف نحيا وأسئل كتيري اللي بتدور في ذهن الإنسان ولا سيما منتعامل مع موضوع إحنا يعني ما حد فينا طلع على السماء حتى يخبرنا ولكن في الكتاب المقدس في كلمة الله في الرب يسوع المسيح بيعطينا ولو هيك قبس عن الحياة الأبدية الجميلة الجذابة وأنا أصلي أنه اليوم أنه تكون من نصيب كل واحد بشاهد هذه الحلقة أنا بدعوك أنك فعلا تستمع للحلقة اليوم بذهن مفتوح وتصلي تقول له يا رب أنا فعلا عايز الحياة الأبدية كيف ممكن أحصل عليها وهذا الموضوع رح نجاوب عليه بعد قليل ولكن ابقوا الآن معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير